مئات المرشحين في موريتانيا للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المقبلة أودعوا ملفات تراشحهم لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المرشحون للانتخابات المقبلة من بينهم مدونون وصحفيون وفنانون ورجال أعمال بالإضافة إلى سياسيين ورجال دين أصبحت السياسة تشكل أيضا نسبة كبيرة من اهتمام الشعب الموريتاني وبالتالي نجد أن هناك مشاركة واسعة من النخبة الشبابية ومن فئات المجتمع ومكوناته المختلفة وبالتالي ربما يعطي هذا الصورة أن المجتمع الموريتاني أصبح يستهلك كثيرا السياسة ارتفاع نسبة المرشحين للانتخابات أثر موشة من السخرية لدى عدد من المدونين الموريتانيين وبين هؤلاء أن عدد من المرشحين للانتخابات المقبلة ترشح للفت الانتباه فقط فيما يرى آخرنا أن شعارات الأحزاب التي تقدم من خلالها المرشحون يسبب مشاكل بسبب تشابه هذه الشعارات وهو ما تنفيه اللجنة المستقلة للانتخابات المور كانت تجربة بانتغام وبانسبابية تأمة ولم تواجهنا أي مشاكل وحتى في الشعارات مع كهرة لواء للعزاب السياسية المشاركة لم تواجهنا أي مشاكل في تداخل الشعارات أو تنوعها مرشح لانتخابات رغم جدية بعضهم وطموح آخرين لحمل لقب مرشح سابق يتنافسون في انتخابات عدد المصوتين عليها يزيد على المليون بقليل ما يجعل نسبة الأصوات التي سيحصل عليها المشاركون متقاربة بسبب ارتفاع نسبة المشاركة رغم مساهمة مشاركة المعارضة الموريتانية في ارتفاع نسبة التنافس في الانتخابات المقبلة تلعب أحزاب سياسية محسوبة على النظام دورا كبيرا في ارتفاع هذه النسبة بسبب ترشح المستحبين من الحزب الحاكم عن طريق هذه الأحزاب أشيخاني والسيدي مديان تيفي نوكشوتة